بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم عزاء المشاهدين أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان فقول لحلقاتنا من برنامج كلمتين وبس برنامجنا واللي هنتكلم فيه في كل المجالات بالضبط يا ياسر وأهلا بكم وأهلا بكل سيدة المشاهدين بالضبط يا ياسر عندنا النهاردة هنتكلم في كل المجالات وبرنامجنا شامل كل حاجة والنهاردة بالتخصص عندنا النهاردة حدقة رياضية بحتة حلقة مماندة جدا عندنا في أول فقرة النهاردة معانا هي نورنا فيها الكابتن نبيل إمام سيد مدير مكتب الشباب والرياضة بحي الإسمرات تحية مصر هيكلمنا فيها على إنجازات في حي الإسمرات و برياضة بشكل عام دي أول فقرة معانا تاني فقرة معانا هيكون من نورنا فيها كابتن أشرف فوضى بطل العالم في كمال الأجسام والحاصل على عدد من الإنجازات الدولية ومشارتنا في المحافل الدولية في العديد من المحافل وده يكون معنا تاني فقرة أكيد يا محمد نتكلم في كل دواء أكتر ولكن بعد الفاصل وما تنسوش تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا اللي ظهر أمانكم على الشاشة في البرنامج فاصل ونرجع لكم تاني في أول فقرة مع الكابتن نبيل سيد نبيل إمام سيد وارجع لكم عزيزي المشاهدين بعد الفاصل في أولى فقارتنا مع ضيف العزيز كابتن نبيل إمام سيد مدير شباب الرياضة بحيى العصمرات أهلا بحضرتك كابتن أهلا بك يا كابتن ونورتينا على قرارة الصحة والجبل يا ربي يخليك هدينا كابتن كده نبدأ التمرين الرياضية بتحكم الزافي لوزن الموضوع ببساطة وبسهولة خالص إحنا عندنا الجسم بياخد نظام غذائي وبيهلك طاقة إن الاتنين أصبحوا زي بعض بيثبت الوزن إن الحركة واللي خارج أصبح أكتر الوزن بيقل إن اللي داخل أصبح أكتر من الحركة الوزن بيزيد إيه المطلوب مننا إن إحنا نوصل إما نثبت الوزن إذا كان الوزن مناسب أو إن إحنا نقلل الوزن إذا كان الوزن زيادة الموضوع بسيط خالص الوزن ده يا كابتن بييجي مع نظام أكل معين ولا ده ملوش دعوة طبعا يعني الموضوع مختلف ما بين شخص وشخص إذا كان هو طبعا شخص رياضي والرياضة بتنقسم لمجرد ممارسة لهاوي لبطل لبطل عالم عايز يحافظ على وضعه طبعا بيبقالين نظام قاسي جدا ما فيهوش هزار يعني لكن بعد أحيان برضو بنرجع نقول إن أنا مش الهدف إن أنا أحرم الجسم من أي شيء الهدف بس إن أنا أوصل لإن أنا أصبط معدل التغذية بتاعي عشان ما يبقاش فيه زيادة في الوزن إذا أنا قدرت أوصل للموضوع دوت عن طريق بقى لو ما أكونش قادر أصبوته بخش على أي حد متخصص بيعملني برنامج حسب احتياجي تابع مع دكتور يعني تابع مع دكتور طبعا وده الأفضل حد متخصص في التغذية يقدر يزبطني وزني يقول لي أنت الوزن المثالي بتاعك المفروض بقى كذا بالنسبة للطول بالنسبة وفي الحالة ديت طبعا أنا بحاول أوصل للوزن ده واسبت عنده لأن طبعا الوزن دوت هو أساس حياة المستقبلية وصحتي وحملي على المفاصل يساعد الإنسان كل شيء حتى نفسين الواحد لما بيبقى يعني إحنا بعد أحمسا لما أنا حديك مثال عني أنا شخصيا من فضلك يعني طبعا إحنا في الجائحة بتاعة كورونا أنا معدل وزني زاد طبعا أنا مخلش فيه ممارسة ممارسة في البيت بالضبط طبعا أنا بحاول أرجع طبعا لوزني اللي هو المثالي بضطر أمشي كتير في البداية لازم بالنسبة لي أنا مثلا الوزن ما يقلش عن المشي ما يقلش عن نص ساعة في اليوم قد يزيد قد يزيد أه أه لكن بالنسبة لشخص تاني ممكن ربع ساعة كافية لكن اللي عايز تختلف من الجسم الجسم معدل الحرق لأنه إحنا يعني لما عايزين ننزل في وزننا إحنا بنتكلم في معدل حرق دهون الدهون مش هتبدأ الجسم يحرق فيها ألا بعد نص ساعة من المشي فلازم إذا كنت أنا مستهدف إن أنا أحرق دهون في الجسم عشان أنزل بوزني يبقى المشي المنتظم مش أقل من نص ساعة عشان أبدأ أحرق في الدهون لأنه يبتحرق يعني بتبتدي نحرق في السكريات الأولى اللي موجودة وبعدين نبتدي نحرق في الدهون في الدهون في الدهون أحيانا كتير أو بيقولك اللاعب مثلا لما يخش مثلا في صالة الجيم ولا حاجة بيقولك إيه أنا المدرب دوت قال لي كده ما يروحش بقى للدكتور التغذية ده ما حداك قلت ويرجع بعد ده كله يرجع للدكتور التغذية طبعا الكابتين ده أحيانا بيبقاش عنده ضلايا زي الدكتور اللي هو بتاع التغذية ده ممكن نقوله إيه أو ننصحه بإيه طبعا هو في بداية الممارسة والتدريب ممكن يكون المدرب عنده خبرة في إيه محتاجه هو في البداية لكن لما بيوصل لمستوى معين وخصوصا مستوى البطولة لا لابد يكون لي دكتور تغذية لابد يكون لي تأهيل نفسي لابد يكونك متابع على النواة يمشي خطوة في خطوة مظبوط جدا مظبوط كلام حرك جدا لابد يكون لي دكتور تغذية لابد يكون لي العامل النفسي مش أي حد حيأهله نفسين قبل البطولة الواحد لما بيتمرن لمدى عمر كبير بيجيله حاجة من الإرهاق النفسي مش عايز يكمل فلازم يكون فيه دكتور نفسي يديره يكسر له النقطة اللي هو وقف عليه ده أو حالة ملن أو حالة ملن لانا كل يوم باتمرن إيه الهدف خدت بطولة واثنين وثلاثة طب ما أنا خلاص بقيت بطل لا أنا محتاج لك لسه تستمر فلازم بفي تأهيل نفسي أه طبعا دي من الصور المحببة جدا لقلبي دول ولادي في حي الأصمرات الحقيقة يعني أنا فخور بيهم الأولاد دولة طبعا دول عايز الناس تتخيل دول اللي كانوا في العشوائيات الخطرة لدهيمة الخطورة الأولاد دول كانوا بيقولوا أهليهم إحنا كنا بنحلة من أولادنا ينزلوا بس يمشوا في الشارع كان مجرد ما شون في الشارع في خطورة في الأماكن القديمة أبليهم تنقلوا آه إنما طبعا لما ربنا يبارك لنا في فخامة الرئيس يعني نقالهم طبعا آه دول أولادنا أولاد الأصمرات اللي هم اللي كانوا مفروض حيبقوا في مناطق الدواء أو استابل عنطر والكلام ده كله مش بالمنظر ده خالص وما بيقدروش حتى ينزلوا من بيوتهم يعيشوا فليه يا دكتور يعني نقول تأثير الرياضة على الطفل أشوف حضرتك الطفل اللي بيبدأ يمارس معانا رياضة ويبقى فيه اهتمام من الأهل ومن المدربين ومن المدرسة هو طفل سوي طفل حيخدم بلده في المستقبل ودي أهم حاجة ومن البداية أنا بعمله زي وقاية من أنه يدخل في أي اتجاه تاني فطبعا ممارسة الرياضة في السن الصغير مهمة جدا 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 قد تبدأ كمان من يعني من ولسة الأم حامل في الطفل ده أنا صورة تاني كمان بتلاقي فطل آه طبعا ده كابتن جمال المحترم مدرب كرة القدم دول أبناء الأصمارات أنا يعني الحقيقة والله أنا ما بقول بس داد فخرا بيهم يعني لأن الولاد أبدوا استعداد غير عادي للتغيير واتضح لنا أن المنظومة الرياضية هي الأعلى في معدل تغيير السلوك في منظومات عديدة هو في سنه معينة كابتن يعني الأطفال يعني السنة معينة أنه هو قايم عليه أنا بس السورة دي جميلة قوي فضل لو اسمح لحضرتك فضل دول أبطال الكراتي بيخرجوا بالمنظر ده يروحوا البطولات جميل شيء مشهد ما بنسمحش بقل من كده وهم دلوقتي أبطال ومعهم أعزمة وإن شاء الله دول حيكونوا أبطال بيمثلوا مصرف المستقبل بإذن الله سؤال حضرتك طبعا كان عن السنة مقيد أن الطفل يدخل شوف حضرتك برضو يعني الصور جذباني جدا دي بنات الأصمرات يعني طبعا تعليق طبعا إحنا بنقول البداية من الأم والأب نعم يعني حاليا الانتقاء الرياضي بيتم لما أنا عايز أصنع بطل من البداية أنا بشوف الأم والأب إيه السمات الجسمانية اللي عندهم السمات النفسية وهل ده مستقبلا حيبقى فيه أنا بتوقع أن هم يخرجوا ولد يكون بطل في المستقبل ولذلك يعني الموضوع بدأ من بدر شوي بعد كده طبعا أثناء فترة الحمل بيبقى فيه طبعا بعض الأنشطة اللي بتمارسها السيدة وهي قبل ما المولود يعني بتكون فيه متابعة مع دكتور طبعا وحتى بيرشدها لبعض الحاجات أه حركات طبعا أه لأن يعني يتضح أن الطفل بيتأثر حتى هو لسه داخل راحب الأم يعني لما يعودوا يقروا كتب معينة دي بتسيب أثر داخل الطفل في المستقبل يعني حقيقة أه ولذلك احنا بنقول الرياضة بتبدأ بدري قوي طبعا مع خروج الطفل للحياة طبعا بعد الحاجات اللي عارفينه طبعا السيدة لدكاترة بتبقى بعض الاستريتشات كده في المفاصل وفي الأطراف الحاجات دي مستقبلا بتخلي نوع العضلة طبعا مختلف عن حد ما حصلوش الموضوع دو يبدأ بعد كده ساعة المشي يبدأ بعد كده طبعا قبليها الزحف يبدأ الطفل محتاج يعني معد الحركة كبير في البداية لو عنده طاقة لازم يحرقها فطبعا يمكن مساحات البيوت ما بسمحش فطبعا لابد من أنه يتوفر له مكان وبعدين مكان هو ينطلق فيه يعني يجي في مكان هو يمشي فيه براحته يجري فيه براحته يعني مسموح مكان مؤمن تحت رعاية لكنه يعيش الفطرة دي أنا بقدر كمتخصص أقدر أتوقع أن الطفل ده ممكن يحب إيه مستقبلا ممكن يروح لرياضتي ممكن أسيب له كور هشوف إيه كورة اللي بتجذبه كل مرة حضرتك يا كابتن يعني من نوجة نظر حضرتك من سني كم يعني تفضل أن الطفل يمارس رياضك أنا بقول من أربع سنين وأنا كده يعني متأخر أربع سنين آه وده متأخر كمان؟ آه يعني في بعض رياضات تختلف يعني مثلا إذا كنا بأنه حنقول جنباز حنقول بلي أي حاجة دي بتبدأ من قبل كده لأن طبعا يعني هو بحلاجك بسنين ينشأ عليها بطول آه بالزبط كده بالزبط كده بالزبط كده آآ يعني يمكن كمان الفروسية آآ يعني بتبدأ بدر شوية لأن الولد آآ 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 الشكل بتاع الهيكل العظمي بياخد شكل معين لو هيبقى بطل فروسية وزدك كمان الجنباز والبالية بيقولك اللي دايما القفل الصغير بيبقى لسه عظمه ليل أو طري بتيجي معاه اللعبة آآ طبعا ومفصله معي كويسة وعضلاته معي بيبقى فيها آآ قابلية أن هي بقى ليها آآ يعني تتمد ويبقى ليها استيروشات كويسة عشان يقدر في المستقبل يبقى بطل خلينا نتكلم بقى على حي الأسمرات شوية والنموذج الواكعي اللي هو في المؤطم آآ تحت بخامة الرئيس آآ السيس شوف فنم آآ أنا طبعا ليا جزء في حي المؤطم في حي الأسمرات بالمؤطم وأنا فخور إن أكون في المنظومة ديت ده شرف ليا طبعا طبعا آآ طبعا هحكي لك الأول أنا كحد من سكان المؤطم المكان اللي في حي الأسمرات ده كان عبارة عن جبل آآ منطقة ما نقدرش نمشي فيها كانت كابلات الضغط العالي هي المميزة ليه اللي هي الهوائية وفجأة كده فجئنا إن المكان بقى جميل قوي وابتدى يتسافلت وكلام ده من خمس سنين تقريبا يمكن وبعدين فيه طريق ده إن نرمش فيه طريق آمن وفجأة ابتدت عمارات تطلع يعني نقدر نقول يا كابتن اختلف الوضع تماما تماما فكري جميل جدا وإن هو يشيل كابلات الضغط العالي ديت وحطها تحت الأرض ويستفيد بالمساحات الكبيرة ديت دي كانت فكرة عبقرية الحقيقة الحقيقة فيه إنجازات يعني متبديمة كثيرة وبحددت وإنجاز يعني أنا بتكلم وأنا لما استهل هيئني من أول يوم موجود طبعا طبعا دو البنات الأصمارات اللي هم منقلين من أحياء طبعا كانت دهيمة الخضورة والحقيقة ما كناش متوقعين إن حيبقى فيه استجابة كمان من البنات بالشكل ده لا ده هم فقوا الأولاد يعني عندنا نمازج هقول لحضرتك كده وده فخر ليه طبعا عندنا ملك ده تعمل لها برنابي كامل وأن ده كتير طلبت إنها تلعب معاهم ملك ما بتتمرنش مع فرقة البنات بتتمرن مع فرقة الأولاد عشان كده مش هتلاقيها في الصور دي طبعا ربنا يبارك فيها ويحفظها طبعا البنات دول جمال جدا جدا ودول يعني مجموعة طبعا زي منتحرك كده بقى دول اللي ابتدوا طبعا بعديها بمدة بقوا فرقة كاملة بيمارسوا ويقدروا يلعبوا مع أي أندية في مصر لا كتير شي جميل يا كافتن لما الفتيات يعني تمرس رياضة كده بتبقى حاجة جميلة يعني شوف المنظومة جميلة وبدأت صح ويكفينا فخرا يعني زيارة فخامة الرئيس دينا كده من مدة للتانية طبعا يكفينا طبعا أن جميع القائعة للقيادة السياسية على جميع المستويات هتلاقي صور معاني الوزير طبعا الدكتور أشرف صبح بنفسه بيجي يسلم على الأولاد طبعا هم حلمهم طبعا يجي فخامة الرئيس مرة يسلم عليهم في الملاعب وإن شاء الله يعني أنا بتوقع أنه حاجلهم ويزورهم في الملاعب وده حيبقى شارك ودفعة كبيرة جدا 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 والأولاد هم بيمارسوا فيها عايز أقول له حريك إنهم ما بتكلفوش ولا أي شيء في الأمر دوت دي المدينة الشبابية اللي هي فخر لنا بعد انتهاء آه يعني زيها زي أي نادي على مستوى مصر طبعا ده فخر وفيها طبعا ثلاث حمامات سباحة فيها ملاعب قانوني بمدرجات فيها ملاعب فرعية فيها ملاعب متعددة فيها منطقة الأطفال لأ دي حاجة فخر معمولة على 11.5 فدان ومتكلفة كويس جدا جدا ومتخيطة عايز أقول له حريك إن دي كانت مكان كابلات الضغط العالي يعني لو بعد عشرين سنة ما كانش حد أخد الخطوة الجريئة ديت وشال كابلات الضغط العالي وحطها تحت الأرض دي كانت حتفضل أرض محدش قدر يمشي فيها لما نشوف حاجة مشرفة زي كده يعني الإنسان يتفاخر بيها طبعا طبعا أنا يعني أنا بقول له حريك أنا بتشرف إن أنا بشتغل في حي الأصمرات المنظومة جميلة جدا هناك المنظومة يعني أنا بقول كمان إحنا سعداء عندنا رئيس حي قوي ومحبوب سيد الأستاذ حسن الغندور طبعا يعني عايز أقول له حريك لما بيخش عند الملاعب هتلاقي الأولاد مسكين في رجله طبعا يعني إحنا يمكن عاملين كنترول شوية طبعا عشان الظروف آه طبعا لكن أنا بقول إن مستقبلا حي الأصمرات حيبقى نموذج لدول كتير تاني يعني محتاجة طبعا في الفترة اللي جاية بعد الفترة العصيبة اللي عدت على دول كتيرة دول تهمنا وإخواتنا سوريا سودان الأولاد دول لازم يتعاملهم تأهيل نفسي في الدول دي وأعتقد إن حي الأصمرات بالكوادر اللي فيه مؤهلة إن هي تتحرك بدعم من القادة السياسية في الدول دي لأن دول في النهاية أبناءنا وأبناء دول جوار لينا بالضبط وهيحتاجوا طبعا دعم نفسي في الفترة اللي جاية كبير جدا ولازلت أنا بقول الرياضة هي المنظومة الأقوى تأثيرا في السلوك وفي تغيير معدل السلوك بالضبط تفضل خلينا بقى نخش في حتة الإدمان والإدمان دي طبعا في مصر يعني كشباب إحنا عادينا نوجه لهم رسالة وهو يمارس الرياضة عن طريق الرياضة عادينا ندلو كلمة طيب السؤال ده جميل جدا أنا أشكرك يعني حضرتك إحنا عايزين نتعامل مع الإدمان إنه مجرد عرض ومرض يعني إيه؟ يعني الشخص اللي دخل في المرحلة ديت هو محتاج يتعالج ومحتاج يتابع عشان ميرجعش للإدمان ومحتاج تغير له نمط الحياة اللي كان فيه بمعنى إيه؟ إذا كان هو متعود ينزل يقف في أماكن يعد في أماكن بتسمح له بإنه يتعاطى أنا مش عايزه يرجع للموضوع ده تاني فقبل ما بعالج لازم برضو أفهم نفسياً إيه لو وصله للموضوع دوت وإيه اللي ممكن أقدمه له بعد ما يتعالج إيه اللي ممكن أقدمه له عشان ما يرجعش للمرحلة اللي كان فيها أتعامل معاه إنه زي بعض الأمراض اللي إحنا بنقول نصحبها يعني إيه؟ يعني مرض السكري والسكر ما نخافش من لأ هو عندي أنا لازم أمشي بنظام أحافظ عليه فالشخص ده أنا أتعامل معاه لأنه هو ممكن في أي لحظة من اللحظات يرجع للطريدة تاني طيب أنا دوري إني أكيف له حياته واملاله أوقات الفراغ اللي سببت في أنه وصل للحالة ديت طبعاً إحنا عندنا طبعاً نموذج جميل جداً 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 في حال أصمرات حملة اسمها طرق الأبواب ما استنناش لما هو الشخص يجي يقول يا جماعة أنا بوصلت المرحلة محتاجة أتعالج لأ هم يدروا يوصلوله بالضبط ويعملوا بحث ميداني عنه ويشوفوا إيه الظروف اللي وصلتوا لكده ويشوفوا أنسب طرق العلاج ويتابع بعد كده يعني نقدر نقول بتهيأوا الجو بالضبط إيه اللي وصله لكده وإزاي يتعالج وإزاي يقدر أحافظ عليه ونقدر نوجهه طبعاً عندنا في الملاعب إحنا عندنا ميزة نسبية داخل المدينة إن أولادنا لما ينزلوا ينزلوا من البيت على الملعب مش محتاج يركب موصلات أطباء نفسين يا دكتور أما اللي يتابعوا معاه طبعاً 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 المجلس القامل المكافحة الإدمان مع طبعاً وزارة التضامن مع رئاسة حي الأصمرات في جزء من الشباب والرياضة بيتعاون معاهم كل دي منظومة متكملة لعلاج موضوع الإدمان الحقيقة فيه نتائج مبهرة يعني فيه نتائج مبهرة لما بتلاقي الشخص طبعاً هو بيجي لأجي لك أنا مش عايز أرجع للموضوع ده تاني وأنا شفت فلان دوت اتعالج وبقى كويس أعايز أبقى كويس خلينا فإندي بنطلع فاصل كده بسيط ونرجع تاني وارجعنا لكم الفاصل عزيز المشاهدين ومعاناك كابتن نبيل إمام حضرتك تقولي يا كابتن عن مباراة الأهلي والتراج اللي فاتت والمباراة اللي جاية طبعاً فريق الأهلي طبعاً كل فرق مصر فوق دماغنا الفريق الأهلي بيسعدنا تملي نتيجة جميلة قوي ان احنا نقصب هناك طبعاً على أرضهم وده بيدي أريحية لنادي الأهلي في المتش القادم يعني ولكن النادي الأهلي نادي كبير وعمره ما اعتمد على نتيجة سبق أبداً بكل مباراة هو بيبقى ليها ظروفها وأنا عارف ديه في النادي الأهلي ومتأكد منها ولذلك هو بيحضر لكل مباراة لأنها حاجة قيمة بذاتها ما بيعتمدش على النتيجة السابقة ان شاء الله يعني اتمنى فوز النادي الأهلي طبعاً وأنه فرحنا وكل طبعاً أشقاءنا العرب فوق دماغنا لكن دي بطولة وانا من حق اننا من حق اننا يعني شجع فريت خلينا ناظر نقول احنا يعني مرتضيين بأي نتيجة الأهلي يجبها سواء كسر الحقيقة لما بيكون انت عندك أبطال ملتزمين بيلعبوا برجولة بيقدوا انت بتتقبل أي نتيجة لكن ان شاء الله احنا بنتمنى من ربنا ان شاء الله وبإذن الله لنادي الأهلي يفرح مصر كلها ان شاء الله حضرتنا كيف يشاهد في المطشي ده تأثير الجمهور او غاب الجمهور للنسل حد دلوقتي فيه كلام انها يحضرها ومش يحضرها ممكن يؤثر على النادي الأهلي عدم الجمهور؟ هو طبعاً الجمهور عام الأساسي ونعتبره لاعب اضافي في المباراة لكن فرقة كبيرة زي النادي الأهلي بإمكانياتها بالإعداد النفس اللي بيتم ليها لابد هم بيبقوا عاملين حسابهم لأي ظروف سواء حيلعبوا مع وجود الجمهور او عدم وجود الجمهور احنا عارفين ان حيبقى فيه إعداد نفسي للأمر دوت وان دي مش هتبقى أزمة كبيرة بالنسبة لكيان كبير زي النادي احنا عارفين ان النادي متعود على كده طبعاً هو كل أنديت مصر طبعاً دي محترمة والنادي الأهلي طبعاً يعني احنا عارفين انه نادي وطني قوي عنده قدرة قوية بيقدر يتكيف مع اي وضع متواجد وبيعرف ازاي فرح مصر دي اهم حاجة. يعني خلينا كده سريعنا كابتن تقول لنا ايه رأيك في انتقاضات عن مدرب المنتخب النادي الاهلي مسلماني يعني سريعاً انا طبعاً عايز اقول لحضرتك يعني هو ما يلتفتش للأمور دي كلها هو يركز في المباراة اللي جاية ويخلي نتيجة المباراة هي اللي ترد يعني ما يضيعوش وقتهم ابداً في اي انتقاضات ولا في اي شيء الوقت دوات الهدف من الانتقاضات طبعاً تشتيت اللعيب او تشتيت المدربين واعتقدش ان الاهلي ممكن يقع في حاجة زي كده بحاجة الحقيقة فاندي مساعدنا بلقاع حضرتك ووجودك معنا وان شاء الله في لك أهر تانية كتير بإذن الله اعزائي المشاهدين خلينا نخرج لفاصل ونرجع في فقرتنا التانية مع ضيف العزيز الكابتن اشرف فولة وبطل العالم في كمان الأجسام فاصل ونرجع لكم تانية